السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حية الله أحرار في المغرب الإسلامي وحية الله أحرار في العالم العربي الإسلامي وحية الله أحرار في العالم الإجمع السلام عليكم وإجمعين تحية طيبة لكل إنسان حر تحية طيبة لكل إنسان عندما الإنسانيا نبدأكم تحية الإسلام السلام عليكم البرح لم اترجةって فيديو اعتذر مرحق جدا الاترحال وهاذ المشكل ومازل ما كمل شداران صحنا عليهم خلي على ربك المهم لا إله الله bunny الحمد κ Harrison قررت ندر فيديوهات شوية في النهار قبل ما يتحلل لأن الإنارة هنا مزلت ماهيش كاملة فراح يصعب علي باش تشوفوني ونشوفكم يعني فضل ما يعني شوية كالنور لكن مش الإنارة اللي تخلي الفيديو يوضح في الليل فخطوة خطوة إن شاء الله نعمل استوديوه ونحسنه ونطوره وكون إن شاء الله في سبيل الله في عمل في سبيل الله نبدأ بالسعيدة بن حيلي صديقة لك خاينة نحن اتفقنا أن هذوك الناس اللي راه هم القدم 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 يعني النظام القديم هذوك يعني إلا قلة قليل ممكن زوش لا فعب الباقي بكل خاوانة 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 فاسدين مفسدين في الأرض أتباع المسيخ الدجال بني قردوم شغلتهم الشاغل هو الضمار، الفساد الأخلاقي، الفساد المالي، الفساد العالم في كل حاجة وفسادهم مظهروا في السن الأخرة لكن أساس الفساد غرس في الخمسينات والستينات أصلا ثم بدأوا يغرسوا ويوجدوا يعني هذا القوم قوم أتباع المسيخ الدجال قبحهم الله حينما كانوا لا يخمم لك شغل يوم وغدوة نحن نخموه اليوم وغدوة نخموه هك تحبون العاجلة ربك يقال لك بل تحبون العاجلة وتذارون الآخرة تحبوا كل شيء في تقيقة تحبوا غير غدوة غدوة وصحية نحن نخموه هك معنى بلش رب يخلقنا هك لكن هذوك الناس هم يحطوا خطة ممكن تمشيها 40 سنة تظهر النتائج ساحة 40 سنة 30 سنة لا يمكن حتى 50 سنة تظهر النتائج ساحة هو أضع خطة ويجعلها لا يقلق علاش هو عارب بل هذه الخطة تنجح بعد 50 سنة سواء كان حي سواء أولاده وحفاده كانوا حيين هم يتورثوا هذا الشيء وما يشغلوا غموره هم يخموش لي نحن غير في رواحهم يحب هو يشوف هذه الحاجة يحب هو يعيشها يحب الله لا هم يدورو حاجة ويستنوها سواء عاش لها عاش لها ما عاش لها أولاده أتباعه يبقوا يذكروا فيه بل كفلان راح يدار هذه الخطة وراح نشحت بعد 50 سنة بعد 40 سنة بعد 20 سنة المهم ليه 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 اللي يزرب على كسرته يوكل هاجين حنن نقوله هكذا اللي يزرب على كسرته يوكل هاجين هذا المستبعد انهم كلهم خوانهم حتى في النظام المصري حافظ في أيام جمال عبد الناصر طبعا حتى يهود وصلوا حتى المستشار الرئيس في عصر السادات المستشار كان يهودي حافظ الأسد وحافظ بني شحيش الخائن من سوريا الأعوان كانوا يهود هم كانوا يهود هم ممشين الأمور خيانات الآن راهم طلعوا هما أصلا كانوا بكرة أعوان الرئيس وأعوان مش عارفوا والمستشارين وهم اللي يخطوهم أدرك هما هما تبكنهم الحكم هما راهم على سودة الحكم فما يجيش واحد يقول لله هذا ومش عارف حقوهاك ما فيش حقوهاك احنا قلنا هذا خائن والله هذا خائن احنا قلنا دولة جديدة دولة جديدة لا تبنى على القديم الواحد كتكون عنده ضار كديم الساس سحى راشي هو مستحيل يبني على الساس لأنه رايب يجب أن ينحي الساس يجب أن ينحي الساس من جديد ويجب أن يدع ضار من جديد ويجب أن يدع ضار يستخن فيها كمنا هذا الشيء جديد ما الذي نبهني من أخينا من الصحراء يعمل في حاسم سعود و حاسم رمالك قال المهمة مسكينة ثلاثة شهر قاعد في الضرعة قالوا 100 ألف 100 ألف قال لك هذا المنمد يقول لك انتخبت و دولة جديدة و مشيت عليك لم تبون انه دولة جديدة و انحنا نرعى المواطن حاول انتم وضركة حتى في 2020 تتكلحوا في الشعارات الرنانة يعني ما الستينات هم ينافذونا في وذنينه بالهضرة هذه يعني الواحد كما يقول لك يعني لا يلدغ من نفس الجحر مرتين المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ليس زوج مرات زوج ضربات من نفس البلاصة مستحيل الانسان يخدم مخه من الطرق كمية الف för هذه ثقائية 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 يقوم لك على المكتون والانخص نزيع لا تريد الذي لم تكن من النظام الذي تستطيع ان اعتمد عليه لا يمكن ان اتحال مساكل و لا يمكن ان اتحال مشكلة نظام مثلي المشكلة في العاصمة والله هي المشكلة في العاصمة ربك واحد ويعلم بها وخاصة مشكلة القمامة مشكلة السكن الضيق السكن مشكلة الخنقف الطرقات المشاكل مهمش قدرين يحلوها لأنهم اصلا ما عندهم شي راغبة بوش يحلو هذه المشاكل هم اصلا ما مش حابين يحلوا هذه المشاكل هم هاته ينهب برك ينهب ويسرق وخلع وماشي الأمور وكينوض الشعب هاي كان العصا العصاها هي اذا غاب العقل طالت اليد تغيب العقل ما كانت الحكمة واللي يقولي الإنسان يتخانق بيده كالحيوان أما الإنسان الذين عندهم عقل حكمة يحلو المشاكل هم أصلا ما يحبوش يحلو هذه المشاكل فيا أخينا هذا المساج لك اللي أخذك اللي في الصحراء دار فيديو قال لك عنده زوج ولاد ومرأة وعنده باباه ومو ومسكين ومش عارف وحبس عشر سنين حبس الخدمة كان خدام حبس الخدمة بش يعطته السكنة قلوان انه قد اخلوه دارة يحصلوا بطاله كل الشعب هاي يحبو اتدمر الإنسان يحصل لك بطال بش يعطي دارة والله يحصل لك في الشعب انه يحصل لك الدارة ينزلوا بطال الخدم دارة تغيب المشاكل لك بطال الخدمة اخصاب خدمة دارة ممكن أن تخلص يقول لك درسيتو و يقول لك الماء و يقول لك الضوء و يقول لك مش عارفه يبغونها عيواجها كل شي بالمقلوب و كل شي بالعوج المهم هو هذا الميساج كويكيه هنا و هذي كلمية الصومي اللي كنت سميه فيها الطور و مش عارفه جاء نحاولنا شعارات كانت مليحة في الدرهم و جاء بونا الحيوانات حقوها كأننا حديقة حيوانات المهم هذو كأصلا ما مش درهم مربيين قاسم باللهله في مرب تحكم عشرة مليئن في يدك تحكمها حتى تحكمها و لست تحكمها بونا اذا له الفيديو بالمض lamban هذا هو من المضرح في بونا بالخطوة و بعنا من المشعوي في قادرين في اللحاء كل ما تبحث عن تحكم بالوناهن والآن يقول لك تحكم الناس الفيديو حقيقة حقيقة أقبل أجد تحكمكم أن تحتاج بها هذا هو الميساج الذي ستجعل لك هذا هو الميساج ذلك غيب ما نحكم لك أهل الصحراء هم الناس المتضريرين فعلا في المشاكل و و من ازال لهم أمل أن تحكم بيدا يعني والله العظم لو تضرب إيسال الحجر بحجرة في رأسه يدوخ يتاح في الارض ينوض ما يفهمش الحضرة يمتثرو فيها أنتم الناس المقموعين أهل الصحراء يعني الناس فعلا متضررين من هذا النظام ما زلت عندكم بعد خمسين سنة من العبودية والاستعباد ما زل عندكم يعني ما زل عندكم أمل أن هذا النظام رح يبدد انتا تبون جافي وسط هذا النظام ولا من خارج النظام ما هو جاف النظام نفسه يعني مستحر رح يبدد لك يجب عليكم بعض الأعقل كيف يجب عليكم أن تخموا من يفهم كيف يجب عليكم أن تخموا الله من يفهم المهم نحن نظام قبل أن يذهب في القدية القدوم ويجب عليهم أن يتحقوا أن يتوعد الملاح فيهم للوطنيين يقعدون ذوي خبر نسقسهم مثل ما حصلوا في حاجة نسقسهم أما هذو السراقين المحاسبة وفوت والإعدام يعدام ميداني في عزة قوة من ذل لا يوجد أن يأتي بأن يزير المحاسبة هذا الإنسان يكون هو رحوم يرحم الناس يحب العز وخيرات وغني ويدى الرحمة ممدودة ويجب عليهم أن يتفهم الوضعية الناس فهذا يسمى ارحمه عزيزة قو من ذلك نرحمه نعود نطلعه الفوق لانه هو اهل و اهل انه يكون الفوق لانه ميهجبش هذي الارزاق اللي عنده يفرق على الناس هذا هو اللي نحن نعود نطلعه الفوق لانه اهل امانه مما هو واحد فاسد مفسد دمر بلاد دمر اخلاق دمر اقتصاد دمر صحة دمر هاي طبيبة مشكينة مضحية بروحها مضحية بحياتها مضحية بولادها براحتها بكل شيء تدي فارف عملين وبرلمانية فاسدة مفسدة فاسقة فاجرة معفنة اتضلت صف الجزائرين و تدير فالفتنة تدي فاربعين مليون و جاي انتا رايح تقولي انا اندي ديرنا فيهم الثيقة و رحك انتخبت عليهم و رحك اني استنى فيك تحلي مشكل شم مشكل يحلوه لك و شم مشكل يحلوه لك هذا اعطيني انا طراش الفكراتي اكد يكفش ركت خمم واقلا من كثرة الشمس المخارك نذيبه والله اعلم والله كثرة الشمل ضربت فيكم و معلي بش راكم تأكلوا والله معلي بريد المهم قال لك المساعدة تلك الجزائر وصلت لفرنسا قال لك اساعدوا الجالية الفرنسية في فرنسا زعماتون كوح انو عليهم قال لك هذو مساكين ما عندهم شو يأكلوا من دولهم يأكلوا حساب الناس لاعيشين في فرنسا فعيشين خير من الجزائر ووضع في فرنسا وحراقا ووضع خير من المساعدات فتبعتهم مساعدات والناس ذات من الصحراء يمعت بهم 100.000 والناس الون في البليده اعانوا الامرين والرضير فستطاع أنهم تغرقت إنهم صحو يمعت الموساعدات متأكدون معين والنوجر، المالي، الكونغو، تايوان، فاتيوان، المعلي بالشوين بما يعتبرون مساعدة العلم كامل انا قلتها في فيديوهات مقابلة خيارات العلم كامل معدل الجزائريين الجزائريين لا يقولوا من خير الجزائري صايمين لازم تصمو العام كامل خمسين سنوات وليس صايمين على خيرات الجزائري وانا قلتها لك الطحان الذي كان يزوز حبات تينا تينا المخيرة تينا تينا في أرخص سومة والله إذا نشرها في سومة تينا في الجزائري خيارات الجزائري خيارات المغرب خيارات تونس خيارات أي دولة عربية تصل هنا ونشرها بأسعار والله إذا نشرها تفهم يا يا بغلون حل هذا المخور الخشخاش الله يتربعكم رمضان رمضان هذا الرئيس الباطاطا تبون نهار بداب ذهب الباطاطا قال لكم بللي يجب أن نرد الباطاطا يجب أن تخلني ذاكرة يا ستلاف فرنك يا رب على فرنك لا يفترش الكذب يا ستلاف فرنك يجب أن نرد الباطاطا يجب أن نرد الباطاطا أرق أمم و أرق عقول ما في هذا المشكلة سيجب أن نرد الباطاطا سيجب أن نرد الباطاطا ومع ذلك يطعون البطاطا يقومون في هدرك خلطنا في المسيلة وفي الالحاهم يرمو في البطاطا هل رأيتهم في السادوين؟ هم يرمو فيها رمي في الزبالة لم يكن يسوقون تسويق مشكلة التسويق مشكلة الإدارة لا يوجد تنظيم في الإدارة لا يوجد تنظيم لا يوجد قاعدة مبنية على العلم كيف يسوقون تجارة يخزنون يفرقون يوزعون يدخلون للداخل لم يكن لديهم شيء لم يكن لديهم شيء لم يكن لديهم شيء وزارة يفهموها يا جزائريين هذا الذي يقول لك أننا وزارة وزارة هل ترى كلوشار لبسوا الكوستيما كلوشار معفن كلوشار لبسوا الكوستيما يعني قلة قليل حتى لا نظلموا الناس قلة قليل والله لا قلة قليل الباقي كلوشار كلوشار فعلا تأتي لفرنسا والله لا يخرجوا لا يخرجوا غير شرابات ودعو الشر وتحرك المؤخرات لا أكثر ولا أقل أما في الخشخاش لا أكثر هو أثبت علميا أي إنسان يشرب الشراب يأثر على نمو المخ خلايا المخ تتعطل يعني يقول لك يبغانون يبغانون يتحطل يتحطل احترامنا الناس العقلي يتحطل يؤثر على المخ في المبلغ هما يرفضوا بالويسكي ونضوا بالويسكي وفيهم حتى يستخدم مخضرات الخماش أي عقل لديه هذا لا يا الله يفكر ينتج ويطور هما أصلا شهادات انجاحهم معظم هم شارعين شهادات طرافيكي برك غيرا يخدمون بن عم وولد عم خالت اللي كان صاحب ودز القدام البرلمانيين والبرلمانية تراكم تشوفوا فيهم وزيرة الشقافة منها نحن لدينا تحرك المؤخرات والله وليس كذلك لدينا وعيد لدينا من نوع والد موسيقى كلمات تحرك الموسيقى موجود موسيقى يجب أن تحرك اني حثر مع خلف يا اختي مع بابك ولا مع محمولك لا تركيب نحن قلت أنعون أن تكون اي واحد يغني رامرتك بجرائم بلما هو يدري. علاج. شوف انفهم هالك بليح. الانسان كي يغني. وكين الناس بزاف يسكروا على الغناء هاداك. ثم تعجبوا الغناء يروح يعمل راسه. راك يمشارك معاه. راك يمشارك معاه. راح زطل انت راك يمشارك معاه. راح زنا انت راك يمشارك معاه. صاق الطمبيل هو سكران ومات. انت سبب في هاداك شيء. يعني شوف انت قاعد في دارك وتربح في الارواح في راكبتك. وتربح في الذنوب في عقبتك. برك لا اكثر ولا اقل. قاعد في دارك. واللي يتقاتل. وزاني. وشرب مخضرات. وممكن حتى يعني مختصب ومش عارف شين هو. انت راك يمشارك في هاداك شيء. علاها رب يقال لك يوم من قيامك كي الناس يجووا يجووا يظنوا باللي ما عندوش حسنات. هو خايف. حتى يشوف وراه صحب من الحسنات. يقولوا تعمل هادو. قلوا تاعك. هو مادر ولو. يقولوا انت برك مرة نصحت واحد. هاداك ندر ناصحة ولا اخر دار بها ولا اخر دار بها ولا اخر دار بها. انت قلت كاني مطيبة ولا اخر نقلها ولا اخر نقلها ولا اخر نقلها. ويجووا انها سنس كونترار. على العكس. يجو ناس يظنوا باللي راح عندو ولو. يشوف جبال. سحب من السيئات. فيقولوا ربينا مادرش شاهد الحواج. يقولوا لا لادرت. يقولوا انت احضرت على فلان راح قتل فلان ديت الروح. انت غنيت. وهذاك راح سكرع لغناتعك. انت غنيت. هو ساك الطموبيل و كما نقول احنا مخوكا غير في الموسيقى كتخل في حيط انت قاتل معاه. التي يجب ان يحضر اخلي هذه الامور. تحضر نفسه عند احضرت. يجب ان ت resilience. لم يكن شيء جدا. والثقافة هو الانسان يجب ان يعلم ما هي الأخطار المحيطة به. يظهر يثقف نفسه على الأخطار المحيطة به. و switch on theeft. والحواج التي يشكلها فيها أيضا في ممزة ولا ي�� hopes austREAM. soybean conscient�� pequenas encontráلة. يقولوا الثقافة لا.제 عند احضر. تحريك مؤخرات وعراوه وتمسخيرة وتم يحديث وسطلة ومش ك vérات et developmental spent. وشربات وخماجات ومعجيب لك هذه الثقافة الله لا يتربحكم موسي لا لا الله محمد رسول الله شفت واحد الفيديو تاع واحد الأخ دار واحد الفيديو واحدة مسكينة من واحدة بنت صغيرة محتاجة الناس يتبرعونها بالدم لأنها تحتاج الدم مريضة مسكينة رب يشفيها والبنت صغيرة رب يشفيها المهمة إن شاء الله نعطيكم الرقم التالي فون وبارتاجه مع بعضاكم هو 0556471696 نعود الرقم 0556471696 هذا الطفل مسكينة لو ما يجدوا لهاش دم تموت فيا سعد اللي ساعد في إنقاذ روح دمتها على ما ظنقه قادر يتبرع لها بدم دمتها جزائرين بيع هذك الفايح اللي راح يدرك عرياني معر يروحوا في الحبس بن عباس وولد عباس بيعوا لفرنسا اللي قلنا راح يبعثوا للعراق بيعوا لفرنسا بيعوا لفرنسا بيعوا للمهم هم هم محتاجة الدم أعطوه للمهم فما تبرع به الشعب الجزائري اللي العراقيين خلطنا العراقيين في الحرب راحوا هم صدوه لفرنسا ومبعد حصلوا في هذك البيلوت هذك قال لك هوا دار كيشوفهم راح يكشوفهم قال لك دار بومبا ورحوا يعدموه الله لا يوفقكم هذا رمضان هالمهم لا اله الله محمد رسول الله اه واحد الفيديو شوفهم اللي اخوة المصريين داروا لهم الحجر الصحي يعني شوف لا يقل سوق على الحجر الصحي اللي في الجزائر لا يقل سوق الوسخ والعفن والخماج ومزيرية كحلا شوفوا يا يا حكم الخماج سواء انت ع مصر سواء انت ع الجزائر والله شوف مصر والجزائر رحمة ون كيف تضرب واحد يبكي الاخر كيف تضرب الاخر يبكي الاخر تمنا عندها لفعب زوجه روس كيف تقصر عصي يبقى عصي تقصر عصي تقصر عصي رب يصبر اخواتنا المصريين لاي لا الله محمد رسول الله السعر الله واحد يسموه بالقاسي بالقايم بالقايم واحد يسموه امين بالعزق 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 نحن نرحل ونخلي مده الملف تعل البطاطا تقصر عصي بطاطا تقصر عصي مده للوزير والجهل وتكفل بملف الذوبابة على ذوبابة خفيفة بالعزق والذوبابة نحن نربط خيط ونجرب ونجرب مراعة يعني نظام العار رئيس نفسه والمكتب الرئاسي متكفلشون بالذوباب اللي يطلع يسبب الناس ويطلع يقولك لا لا مكانش منهم يقولها يا ودي الدعوارة مقعورة يقولك لا لا مكانش منهم يطحان انت رك عايش في الجزائر ورك تشوف اللي مكان منها صح لا لا يقولك ما مكانش منهم هو في اخر شبرا يقولك صح منهم اعطوني اعطوني مرة اعطوني عقولكم ونحطها في راسة راشي نشوفوا الانفجارات هذي اللي تصلها للداخل يعني كيف اجدرك الشيء ونقيضه في نفس المخ انت عارف باللي البلاد رها مقعورة وعارف باللي الناس رها عايشة الأمر رين وعارف باللي الفساد رها وصلوا للذروة تعوه وعارف باللي الخماجة تعمرت خماجات رشوة وسرقات ونهب وحقرة وظلم ووسخات وعفن ومش عارفوا فساد إداري وفساد ما مكانش حكمة في التصرفات ومكان والو الإدارة فسادة نهائيا عارف انت هذا الشيء كيفاش تقدر تناقض نفسك وتقول لا مكانش منهم كيفاش كيفاش الانسان يقدر يعيش بعقل كما هك هو يشوف الفساد وقولك لا مكانش فساد هو يشوف باللي رها الدعوة من فاسد وقولك لا لا رها مليحة أعطوني أقولكم برحة أعطوني وجوكم مقابل بهم وجوكم مقابل بهم وجوه البخص كيف في الفيديو طلعوا واحد تتعوير على الناس والله هاي معظمكم والله ما هم جزارين والله ما هم مسلمين أنا نحلف عليها نقطعي ديما نحلف عليها بالله قسم قسمي اللعنة بني قردون اصبحك بجاء تحسب بكية منقرة هؤلاء كان يحامهم هذا الثالث الميوف ترى مرحباً لا 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 يقوم بتحسبك وغربي و هذه القرطوسة كبيرة يقوم بتفرطحة كبيرة تحسبك عبورة هنا اربي تقول لهم سيمة في وجههم و هذه النفل تقويل و يقوم بتحسبك خرطون و تعفيل أم تحمهم هيا لو ارى مرحباً و ترى مرحباً الله يتربحكم و سيمة نتحدث عن الموضوع الثاني هو شعب كثير من الموشحول المختار حبيت نتحدث عنهم ونقول خلي 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 حتى شفت واحد الإنسان هكذا نقول تخسرنا واحد الإسرائيلي يدير هو ضابط على معلويش يدير فيديوهات ويساب في العرب يقول لهم رحمة الحكام لكم خوانة وحكام لكم هكذا وحكام لكم هكذا أرى ما قالها تقرأ خطة وخطة وخطة штلة خطة وخطة ممكن يكون كلامه صحيح ولن يطلق لهذا كلامه إذا كان صحيح بخطة في إسرائيل ويطلق في الولايات التي تريد أن يمكن منعه من شيء هذا لها يمكنك أن يصحيح نفس حكومة فيه لأنه يعتبروها خيانا ويقتلوها لكن الغرض من هذا الشيء أن الشعوب العربية متحسسة من الإسرائيليين متحسسة من أي واحد يهودي إسرائيلي حتى لو يقولوا الصح حتى لو يقولوا الصح يقولوا لا ممكن منها إسرائيليين يكذبوا فهمت الخطة؟ هو يقولوا الصح بس صح المسلمين بما أنهم يكرهوا إسرائيل يقولوا لا ممكن منها كذاب هذا هو قاعد يقولوا فالصح فهمت المشكل؟ ما فهمش المشكل شوف هي أصلا لما هو يطلع يفضح حكام العرب هو قاعد يدافع عليهم هذه في علم النفس يسميوها التكذيب الشيء بالصدق تتذيب الشيء بالصدق تسمى شوف تقول الصح يكذبك الأخر يقول لا تكذب علاه لأنه هو كارك ليس حق من كونه كارك شوف المسلمين كارهين الإسرائيليين كي يطلع إسرائيلي يقول الصح يقولوا تكذب فهو قاعد يهضر في الصح يفضح في الحكام العربية يفضح في السياسة العربية بس هو مش الغرض أنه يفضح فيهم الغرض أنه الشعوب العربية متصدقوش أنه يقول لكم كايش منها كيف إسرائيلي يطلع يقول لنا أنه يفضح نفسه وهو فعلا قاعد يهضر في الحقيقة طبعا مشكلة الأمور لكن أنهم خوانوا وأنهم متعاقدين مع إسرائيل تحت الطاولات وأنهم 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 هذه موجودة فعلا أما الأمور اللي في حسابة دقيقة هذه ينسى حتى نتأكد منهم استغفرك اللهم لا إله إلا أنت واتوب إليك سبحانك ربنا وإليك المصر سبحاني البارح لشيء ما قدرت أن أدر فيديو والله يمرهقهم متعب لكن نعوضوها بإذن الله هاو رمضان عزيز كريم وفات خفيف إن شاء الله هاو فات والله العظيم يعني سبحان الله اعتقاد السبت السبت الجمعة أو السبت أو الأحد العيد يا السبت يا الأحد العيد لا إله الله محمد رسول الله تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم واعتق الله رقابنا ورقابكم من النار والله الرحيل هذا أشغلني شوية لأن ألف حاجة في رأسي ما قدرت أنتبع المواضع أراني غير خفيف بس نرجع بإذن الله شوية شوية والعودة ستكون أحمد بإذن الله ونروا مقام مليح وستوديو مليح برب إن شاء الله ونقفونها ونشوفوا وراء رمضان نطلق لكم الثانية في عشرة مئرات وصبروا يا ولاد الذين الله السلام عليكم وأحبكم في الله